موسيقى الخرط الخرط هو إزالة عالق بمعول وأداة مخرطة أو خراطة ومثالها خراطة الكوسة وهناك من يسميها حفارة أو خرامة والفعل واحد وهو إزالة ما بداخل الكوسة لحشوها وبالمناسبة بعض مدن غرب البلاد يسمون الكوسة قرع بيضة وفعل الخرط تخريط والخراطة حرفة في ميكانيكا الآلات والعربات بأنواعها سيارات وشاحنات وصاحب الحرفة خراط والخرط كثرة حديث يشوبه كذب أو أمر غير معقول وفيه قالوا خرطي وقد يوصف به الثرثار المتحدث في أي شيء يقولون فلان خرطي وخلك منا خرطي على بيض أي دون طائل وقالوا أيضا خريط عن الذي يجانب في حديث الصدق وبعضهم يطلق على من به عارض جنون خريط ومنه قالوا فلان خريط وفي حديثه قالوا خريط وفي النهي عنها قالوا بط الخريط وان خريط عليك قد تعني أمزح معك أيضا أو لست جادا في حديث إليك وللخرط استعمال حديث بمعنى القبض يقولون فلان خرط الداخلي بمعنى قبض عليه والداخلي جهاز أمني ومن الاستعمالات أيضا كاثر الخرط ليام هذين في التعبير عن حملة قبض واسعة والمخروط المقبوض عليه وفي غرب البلاد يقولون طبوه وكاثر الطب ليام هادو بفتح الطاء أو الطبان بشدة وألف ونون وهذا الوزن كثير في اللهجة الغرباوية فيقولون لفان في اللف وصبان في الصب وسبان في السب وعدان في العد وهدان في الهد وهكذا والخرطة اسمه تحليقة وهي شكل من أشكال حلق شعر الرأس وتصفيفه وعن صاحبها قالوا خارطها أو داير خرطة وخريط من ريط في وصف كثرة المشي والجي أي جيئة وذهابا وقد يقولون قاعدة خريط من ريط ماشي جاي وخرط الطريق قشطها تمهيدا لإعادة تعبيدها والخرط فصل التمر عن العرجون وبعضهم يسمي جني ثمار الزيتون خرط أيضا أما الخرطان أو الخرطال باللام فنبات عشبي من الفصيلة الإنجيلية وهو قريب من التبن العلف المعروف ترجمة نانسي قنقر